بسم الله الرحمن الرحيم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه أما بعد إخوة الإسلام فبالرحاب بيت الله الحرام ومن جوار الكعبة المعظمة في هذه البقعة الطاهرة وفي هذه الليلة المباركة ينعقد هذا المجلس المبارك الثاني عشر من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر جماد الأولى سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نستزيد في ليلتنا المباركة هذه من بركات ربنا بصلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فيارب صلى وسلم وبارك عليه كونوا كما أمر الإله عباده مستمسكين بهدي خير المرسلين وتراحموا فمحمد خير الورى بالحق أرسل رحمةً للعالمين صلى عليه وآله وصحابه صلى وسلم ربنا الحق المبين فاللهم صلى وسلم وبارك عليه وهذا المجلس أيها المباركون في سياق ما مضى من المجالس الماضية الفصول التي جعلها المصنف رحمه الله نبذاً يسيرةً في مبدأ نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الفصل الذي وقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية الفصل في الوحي الذي ابتدأ به رسولنا عليه الصلاة والسلام النبوة وذكر المصنف مفيدًا في ذلك من الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف أن مراتب الوحي سبعة وهي أنحاء وصور يأتي عليها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بنا في المرتبة الثامنة تكليم الله له كفاحًا بغير حجاب ثم قال هذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى يعني ليلة الإسراء والمعراج قال وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي الله عنها كما حكى عثمان بن سعيد الدارمي إجماعًا للصحابة ويقصد بذلك مذهب الصحابة الذي عليه كلهم أو أكثرهم أو إجماعًا كما حكى الدارمي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل عيانًا ليلة الإسراء والمعراج أخرج البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وعن أبي ذرين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه وقد أخرج أيضًا من حديث أخرج مسلم أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر ما روى المصنف قبل عن ابن عباس قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده مرتين يعني رأى ربه وهذا الخلاف المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما يشبه أن لا يكون خلافًا لأنه يقول رآه بفؤاده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس ذلك بخلافٍ في الحقيقة فابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه ولهذا قال يوشك أن يكون إجماعًا جمهور الصحابة بل كلهم على قول عائشة رضي الله عنها وحكاه الدارمي إجماعًا للصحابة وهذا شروعٌ في الفصول التالية لهذا الذي وقف عنده الكلام ليلة الجمعة الماضية سائرين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصلٌ في ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ولد مختوناً مسروراً وروي في ذلك حديثٌ لا يصح ذكره أبو الفرج في الموضوعات وليس فيه حديثٌ ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً فصلٌ في ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ولد نبينا صلى الله عليه وسلم مختوناً أم ختن بعد ولادته عليه الصلاة والسلام وإذا كان قد ختن بعد ولادته فهل الذي ختنه الملائكة الكرام عليه السلام في حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لما كان طفلاً مسترضعاً في بادية بن سعد أم ختنه جده عبد المطلب هذه ثلاثة أقوال ابتدأ المصنف رحمه الله بأولها وهو قولٌ شائعٌ عند العامة كثيراً أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختوناً قال المصنف مختوناً مسروراً مختوناً اسم مفعولٍ من ختن يعني ورد ما لا يحتاج إلى ختان وقوله مسروراً يعني مقطوع السرة يعني لم يحتج إلى ما يحتاج إليه الأطفال بعد الولادة من قطع السرة والختان هذا القول ضعفه المصنف فقال يروى فيه حديث لا يصح والإمام بن الجوزي رحمه الله ذكره في الموضوعات وقال ليس فيه حديث ثابت ثم إن ثبت فإن هذا ليس من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن كثيراً من الناس يولد مختونة يعني يقع هذا لبعض من أراد الله له أن يقع فإن كان هذا واقعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس شيء تفرد به ومع ذلك فلا يثبت به دليل ولا يصح وهذا أول الأطوال نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سؤلت عنها أبو عبد الله لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والميموني وأحد أكابر أصحابه وتلاميذه الآخرين عنه يروي هذه المسألة التي وجه بها إلى إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سؤلت عنها ختان ختن صبياً فلم يستقصي قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جداً وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري هذه المسألة يسأل فيها الإمام أحمد عن رجل يقول إنه ختن صبياً فلم يستقصي يعني لم يحسن أن يقطع الجلدة بتمامها فأخذ منها جزءاً وترك جزءاً لم يستقصي فأفتل إمام أحمد بما يليه قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيده لأن الحشفة تغلظ يعني تكون أكثر سمكاً مع نمو الصبي وتقدمه في العمر وكلما غلظت ارتفع الختان يعني لا حاجة إلى أن يعود فيزيد في قص الختان شيئاً إذا كان قد جاوز النصف قال فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد قال الميموني قلت فإن الإعادة شديدة جداً يعني مؤلمة وقد لا يحتملها الصغير وقد يخاف عليه من الإعادة فقال الإمام أحمد لا أدري وهذا شأنه رحمه الله وعادته في الفورع الورع والتوقف عن الإجابة في سؤال لا يجد رحمه الله تعالى فيه نصاً أو أثراً يسند إليه قوله رحمه الله تعالى حسن الله إليكم قال ثم قال لي فإنها هنا رجلاً ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غماً شديداً فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا انتهى يعني قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني فإنها هنا رجلاً ولد له ابن المختون هذه حكاية وقف عليها الإمام أحمد وينقلها للميموني تلميذه قال ورد له ابن مختون قال فاغتم الأب لذلك غماً شديداً يقول الإمام أحمد فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤونة فما غمك بهذا ما الذي يحملك على الغم وأنت لا تحتاج إلى ختانه والله قد كفاك هذا هذه القصة والحكاية السؤال والجواب وكلام الإمام أحمد مع الميموني أراد به ابن القيم رحمه الله الاستشهاد لقوله وليس هذا من خواصه فإن كثير من الناس يولد مختونة يعني هذه واقعة حصلت زمن الإمام أحمد رحمه الله ووقف عليها بسؤال السائل فليس هذا شيء يمكن أن يكون متفرداً به ليذكر في الخواص نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وحدثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه هذه واقعة أخرى يحكيها ابن القيم رحمه الله يقول هذا الصديق لنا محدث بيت المقدس يذكر عن نفسه أنه ولد مختوناً وأن أهله ما ختنوه فهذه وقائع يقول بها ابن القيم إنها متكرر وربما تقع في كل زمان ولا يستنكر هذا فليس هذا شيء إذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب أن هذا من كرامة الله وشيء من الخصائص لم يؤته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل وقع لأحد الناس وهذا شاهد وقصة وتلك أخرى فليس شيء يمكن أن تعول عليه في هذا القول حسن الله إليكم قال رحمه الله والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر وهذا من خرافاتهم نعم يعني لا يصح أن يقال لمن ولد مختوناً إن هذا علامة على شيء يراد له وأن الله خصه بكذا وكذا أو يقول العامة ختنه القمر قال ابن القيم هذا من خرافات العوام القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة عند ظئره حليمة حليمة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ذكرها بعد قليل في فصل المرضعات وهذا أشار به المصنف رحمه الله إلى قصة حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية فيه متعددة في دواوين السنة فمنها ما أشار إلى شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وغسل بطست من ذهب بماء زمزم وكان هذا قبيل حادثة الإسراء ومنها ما تشير فيه الروايات إلى شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لما كان طفلاً مسترضعاً في ديار بني سعد كم كان عمره دون الخمس سنوات لأنه عاد بعد سن الخامسة عليه الصلاة والسلام فالروايات متفاوتة فمنها ما يشير إلى هذا ومنها ما يشير إلى ذاك وأهل العلم متفاوتون في ذكر هذا التحديد في حادثة شق الصدر فمنهم من يرجح رواية قصة الإسراء وأن شق الصدر وغسل القلب الشريف وانتزاع حظ الشيطان منه كان يوم حادثة الإسراء تمهيداً لذلك المقام العظيم الذي يرقى فيه السماوات العولى رسولنا صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال بل ترجح الرواية الأولى ومن أهل العلم من جمع فقال هما حادثتان حصر في كل منهما شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ولكل من الحادثتين في شق الصدر حكمة وليس هذا موضع بسطه يقول إن القول الثاني لمن يتكلم في ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ختنته الملائكة يوم شق صدره وهو طفل في بادية بن سعد وهذا ثابت فإنه شق صدره أضجعه الملكان ثم قام عليه الصلاة والسلام وعليه أثار التعب والإرهاق ومن هناك خافت أمه حليمة فردته إلى مكة عند أمه آمنة خشيت أن يصيبه شيء عندها وهي تحبه وقد رأت من بركته ما يأتي الحديث عنه بعد قليل فهذا ثاني الأقوال أنه ما ولد مختونا بل ختن بعد الولادة لكن الذي ختنه الملائكة يوم حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع عند حليمة السعدية نعم صلى الله إليكم قال رحمه الله القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا طيب القول الأول ضعيف أنه ولد مختونا فليس عليه شيء يدل والحديث المروي وفيه كما قال ابن الجوزي كذب موضوع باطل القول الثاني أن الملائكة ختنته يوم حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام أيضا لا يصح الذي يصح حادثة شق الصدر وغصل قلبه عليه الصلاة والسلام لكن الرواية التي جاء فيها أن الملائكة مع شق الصدر أن جبريل ختنه لم يرد إلا في حديث واحد وهو شاذ غريب قال الذهبي منكر فإذا حتى الرواية التي ذكرت الختان مع شق الصدر في حادثة طفولته صلى الله عليه وسلم أيضا قول ضعيف بقي القول الثالث وهو الذي يرجح بين الأقوال عند أهل العلم أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدوبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا محمد بن أب السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطائن الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أب السري ويقصد به من ورد اسمه في الإسنان محمد بن أب السري العسقلاني وهو كما قال ابن عدي كثير الغلطي وقال الذهبي له أحاديث تستنكر ولهذا قال الإمام بن عبد البر في هذا الباب حديث مسند غريب ويقصد بالغرامة هنا ضعفه ثم ساقه بسنده ولا يعرف هذا الحديث مسند إلا من هذا الطريق وهو ضعيف كما سمع وهو الذي ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختنه فإن لم يصح هذا الحديث فلماذا رجحنا هذا القول على القولين الأولين الجواب لأنه هو الذي جرى به العمل وهو الذي كانت به العادة عند العرب أن الطفل يختنه أهله والنبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل كما تقدم بكم فالذي يتولى أمره وشأنه في مثل هذه الأمور جد عبد المطلم فسواء كان هو الذي ختنه أو أحد من عمومته أو من أهل بيته عليه الصلاة والسلام المقصود أنه لم يولد مختونا ولا أن الملائكة ختنته فإن هذا لا يثبت به حديث فيبقى على الأصل وما جرى به العرف عند العرب آنذاك وهو أنهم يهتمون لشأن ختان أولادهم ويقومون على ذلك بأنفسهم فلهذا كان هذا القول أرجح من غيره وعلى كل حال فالمسألة ليس عليها كبير عمل ولا يبنى عليها حكم فقهي والخوض فيها أيضا هو من ملح العلم المتصل شأنه بمعرفتنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها من جزئيات المسائل وفروعها نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زماء وهو كمال الدين بن طلحة فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم نعم أشار إلى اثنين من أهل العلم وقع بينهما نقاش في هذه المسألة صنف كمال الدين بن طلحة رحمه الله وهو أبو سالم القراشي الشافعي ذكر أنه صنف جزءا يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا فرد عليه فقيه آخر هو كمال الدين بن العديم في جزء آخر سماه الملحة في الرد على ابن طلحة وساق فيه كما يقول المصنف ما كان من شأن العرب وعادتهم وانتصر للقول بما لا حاجة إلى الاستدلال به أو كما قال يغني عن نقل معين فيها والمسألة كما تقدم من فروع المسائل وجزئياتها لمن أصولها المهمات والله أعلم أحسن الله عليكم فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنا فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بن بن بنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم هذا الفصل في ذكر أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاعة وكثير من بني الإسلام لا يعرف شيئا عنهن بل لا يكاد يحفظ الناس إلا اسم أمه آمنة بنت وهب لكنه عليه الصلاة والسلام له أمهات بالرضاعة وسيذكر المصنف رحمه الله ثلاثا منهن طبعا لم يذكر أمه آمنة وإن كانت هي أمه التي هي أول المرضعات له عليه الصلاة والسلام على الأصل قال فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد الله أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة ابن عبد المطلب واخترف في إسلامها ثويبة مولاة أبي لهب كانت جارية عنده وهي إحدى مرضعات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قيل إنها أيضا ممن كان في ولادته كانت إحدى قابلاته اللاء ولدنا أمه آمنة فثويبة هذه أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وحديث إثبات رضاعها صحيح مخرج في الصحيحي أنها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع كما أخرج البخاري في الصحيحي أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم لست لك بمخلية وأحب وأحب من شاركني في خير أختي قالت أنا لن أتفرد بك زوجة ولك زوجات فإن كان ولا بد من الضرائر فأختي أحب من تكون شريكة معي في زواجها بسيد الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو تحبين ذلك؟ قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي قالت أم حبيبة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم قال إن ذلك لا يحل لي يعني لم يجمع عليه الصلاة والسلام بين المرأة وأختها فقالت عندئذ من فقهها رضي الله عنها إذا كان المانع من زواج أختي أنها أختي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلم قالت سمعنا هذا وحديث يدور أنك ستتزوج بنت أبي سلم لماذا أوردت هذا الإيراد؟ لأن أم سلمة أمها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف سيتزوج البنت مع أمها؟ قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم فقال بنت أم سلم يريد التأكيد عليها أم سلم زوجتي بنت أم سلم قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي قال أولا هي ربيبتي من الربيبة؟ بنت الزوج قال أولا هي ربيبتي ويكفي أنها ربيبتي في عدم حلها لي لأن الله ذكر في المحرمات وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم قال ومع ذلك فثمت سبب آخر يمنعني من نكاحها حتى لو لم تكن ربيبتي قال أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة من يقصد أبا سلم أبوها قال أرضعتني وأبا سلم ثويبت فنص عليه الصلاة والسلام على ذكر ثويبة أنها أمه بالرضاع قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبت فلا تعرضن علي بناتكنا ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب ذكر البخاري رحمه الله هذا التعليق بعد تخريج الحديث قال وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة يعني في المنام رآه بعض أهله بشر حال وجاء في بعض الروايات أن الذي رآه في المنام العباس رآه في شر حال فقال ماذا لقيت فقال أبو لهب ما لقيت بعدكم خيرا وفي رواية البخاري لم ألق بعدكم بحذف المفعول غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة وفي بعض الروايات قال سقيت بهذه وأشار إلى نقرة ظهر الإبهام قال سقيت من هذه بعتاقة ثويبة يشير إلى أنه وجد في عذابه في النار والعياذ بالله شيئا من تخفيف العذاب يسقى ماء يسيرا بقدر ما يجده من نقرة الإبهام الذي يسقى منه يشير إلى قلة ذلك ثم علل فقال بعتاقة ثويبة يعني بسبب عدقه لثويبة وثويبة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرضاع هذا الأثر عن عروة ليس حكما شرعيا لأنه يولد إشكالا فهل يخفف عن الكافر المخلد في النار من الأهل الكفر لا من أهل الإسلام هل يخفف عنه العذاب الذي دلت عليه نصوص الشريعة وتقررت أدلتها وتواترت أن الكافر في نار جهنم خالد مخلد فيها إلا ما ورد النص بشأنه وذاك خصوصية في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهون أهل النار عذابا ومعد ذلك فلا يصح فإذا قيل هذا الخبر أخرجه البخاري في الصحيح فالجواب أن البخاري لم يخرجه حديثا مرفوعا تم الحديث فقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ثم قال قال عروة وثويبة كذا وكذا فهذا أثر يرويه عروة ثم هو قصة ويحكي فيه مناما رؤيا والأحكام لا تبنى من الرؤى إلا إذا كانت رؤية أنبياء فرؤى الأنبياء أي وحي كما تقدم ليلة الجمعة الماضية فالمقصود أن هذا ليس مما يورد الإشكال وبعض الناس يسأل عنه وهذا الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به قال عروة وثويبة عروة ما أدرك ثويبة ثم على تقديري أن يكون موصولا ومتصلا بالسند فهو رؤيا كما سمعت قال الحافظ بن حجر ولعل الذي رآها لم يكن إذاك أسلم بعد فلا يحتج به ومعلوم أن العباس لم يسلم حتى فتح مكة والرؤية وقعت عقب غزوة بدر ثم قال البيهقي ما ورد من بطلان الخبر للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب على ما ارتكبوه سوى الكفر بما عملوه من الخيرات قال القاضي عياض إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم هذا أبو لهب الذي ذمه الله في القرآن في آية تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب فهذا الوعيد جزاء ما صنعه في عدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكفره وأذاه كان هذا جزاء بما صنعه والنبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل له فالمقصود أن لا إشكال في ذلك وما ذكره هاهنا عروة قال فيه ابن حجر رحمه الله وثويبة مولاة أبي لهب ذكرها ابن منده في الصحابة ولهذا قال المصنف اختلف في إسلامها هل هي ممن أسلم فتكون صحابية أو ليس كذلك أشار المصنف إلى الاختلاف ذكرها ابن منده في الصحابة وقال اختلف في إسلامها قال أبو نعيب أيضا لا نعلم أحدا ذكر إسلامه غيره يعني غير ابن منده فلا أحد ممن صرح بإسلامها قال والذي في السيار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح فهل يثبت إسلامها العلم عند الله لكن حتى إهداء النبي عليه الصلاة والسلام لها وصلته إياها إحسانا ومعروفا ودرا ليس بالضرورة أن يكون دليلا على إسلامها فإن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب معروف وإسلام وإحسان مع المسلمين والكافر خصوصا من ذوي قرابته أو من كان له صلة ومعروف وإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام أو فابن آدم ذمة وذرا وإحسانا صلوات الله وسلامه عليه بقي أن تعرف من الفائدة أن ثويبة وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع أرضعت معه اثنين من الصحابة هما أخواني برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع أبو سلم وسمعت اسمه قبل قليل في حديث البخاري لما طلبت أم حبيبة أن يتزوج ابنتها أن يتزوج أختها فأبو سلم عبد الله بن عبد الأسد المخزوم الصحابي الجليل الذي هاجر ثم لحقته زوجه أم سلم واستشهد رضي الله عنه فأكرم الله زوجه أم سلم بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أما من أمهات المؤمنين أبو سلم أخل لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرضاع وأمهما التي أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لها والثاني من أخويه بالرضاعة من ثويبة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء في غزوة وحد عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخوه بالرضاع ذلك أن سنه مقارب لسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من الرضاعث فالله أعلم ثاني أمهات النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية التي يعرفها عامة المسلمين صغاراً وكباراً آباءً وأبناءً فإذا قيل أمه التي ولدته آمنة فمن مرضعته فالكل يعلم أنها حليمة السعدية حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن عبد الحارث من بني سعد بن بكر من قبيلة هوازن وديار بن سعد لا تزال إلى اليوم جنوب مكة بعد الطائف في تلك الديار رضع رسول الله عليه الصلاة والسلام على عادة قريش التي كانت تبعث بأطفالها إلى البادية للرضاع يبحثون لهم عن الجو الصحي والبادية النقية وفصاحة اللسان والتربية على الشيم والكرم والمروءة والنبل والحزم وشدة العود فكانت عادة عند قريش تبعث بأطفالها للرضاع وقصة استرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بن سعد وظفر حليمة به معلوم أرضعته بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء هؤلاء الثلاثة إخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرضاع من أمه حليمة عبد الله وأنيسة وجدامة قال وهي الشيماء الاسم المشهور أن الشيماء بنت حليمة السعدية أخت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرضاع ويأتي ذكرها بعد قليل هؤلاء أولاد الحارف ابن عبد العزة ابن رفاعة السعدي من هذا؟ هذا أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع زوج حليمة هو الحارف ابن عبد العزة ابن رفاعة السعدي نسبة إلى بني سعد قال المصنف رحمه الله واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم جزم كثير من الحفاظ بإسلام حليمة وزوجها الحارف ابن عبد العزة جزموا بأنهما قد أسلم كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة وكذا الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب قال روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا عنها ابنها عبد الله ابن جعفر وروا عنها عبد الله ابن جعفر وقال ابن الجوزي أيضا قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها الحارث ابن عبد العزة وكذا قال الزركري قد وفدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفدت أو قال قدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلم ومع ذلك فليس هنا نص صليح جازم يثبت به وبعضهم يحيل الأمر إلى علم الله كما صنع المصنف قال واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم لكن رضاعة النبي عليه الصلاة والسلام في بني سعد مما ثبت في شأن سيرته التي تذكر في حياته عليه الصلاة والسلام في طفولته وقال الحافظ ابن كثير في ذكر قصة رضاعه عليه الصلاة والسلام في بني سعد المقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حريمة السعدية وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكمالها فواضله حين أسرهم بعد وقعتهم وذلك بعد فتح مكة بشهر فمنوا إليه برضاعهم فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم صلوات الله وسلامه عليه يشير رحمه الله تعالى إلى ما حصل في القصة المعلومة في أسر بني سعد بعد فتح مكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بفتح مكة وأتى الطائف وكان بينه وبين ثقيف وهواز ما صار من حصار ثقيف وما كان من غزوة أوطاس حصل سبي وقع في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من السبي الذي وقع بني سعد أخرج البيهقي بسدد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسماياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وهذا بين مكة والطائف وقد أسلموا فقالوا يا رسول الله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك يمن عليهم بما يمن عليهم بالعتق وفك الأسر عنهم قالوا فمن علينا من الله عليك وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله إنما في الحضائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواظنك التي كنا يكفلنك وذكر كلاما وأبياتا أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لا يستطيع القضاء لأن السبي قد قسم والمغنم توزع ولا يستطيع قضاء في شيء قد تملكه أصحابه فأتوا يلتمسون منه عليه الصلاة والسلام ذكر ما بينه وبينه من الحضانة والرضاع الذي كان في طفولته فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا سأعطيكم ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوه فما قال لهم عليه الصلاة والسلام والصحابة حاضرون بعد الصلاة قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ولم يحكم على غيره لكنها حكمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ما لقدره من المكانة في قلوب أصحابه من المهاجرين والأنصار لما تكلم وفد هوازد وطلبوا المن عليهم برفع الأسر وإطلاق سراحهم قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم يعني هذا الذي لنا نتنازل عنه فقال المهاجر وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام بن كثير رحمه الله أطلق لهم الذرية وكانت ستة آلاف ما بين صبي وامرأة وأعطاهم أنعاما وأناسية كثيرة حتى قال أبو الحسين بن فارس فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمائة ألف ألف درهم يعني خمسمائة مليون كما نقول اليوم بالاصطلاح في قيمته السوقية كما يقال لو أردت تقييمه يقول الحافظ بن كثير فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا عليه الصلاة والسلام فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة صلى الله ربي وسلم وبارك عليه نعم حسن الله أريكم قال رحمه الله وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من اسمه ونسبه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الحارث بن عبد المطلب جدهم واحد أبو سفيان هذا كان من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يسلم وهو أخوه من الرضاء لكنه ليس كحمزة حمزة أخوه من حليمة وهذا أخوه عفواً حمزة أخوه من ثويبة وأبو سفيان أخوه من حليمة السعدية أرضعته كما أرضعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابن القيم كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه بل هو من القلة الذين ثبتوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فر الناس يوم حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حتى أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ببغلته ينطلق في الساحة قائلاً أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثبت معه قلة كان منهم العباس عمه وأبو سفيان ابن الحارث ابن عمه وأخوه بالرضاع أبو سفيان ابن الحارث قيل اسمه المغيرة ابن الحارث وقيل بل اسمه كنيته والمغيرة أخوه فالله أعلم لكنه مشتهر بكنيته أبو سفيان ابن الحارث حسن إسلامه وثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان له البلاء الحسن بل هو أحد الأربعة المشبهين في خلقتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يقولون إن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أربعة جعفر ابن أبي طالب ابن عمه والحسن ابن علي حفيده وسبطه والثالث قثم ابن العباس ابن عمه والرابع أبو سفيان ابن الحارث ابن عمه فثلاثة من بني عمومته جعفر وأبو سفيان وقثم والرابع حفيده وسبطه الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا وأبو سفيان الذي كان شديد العداوة كان أحد غزاة المشركين في بدر وفرسانها الذين برزوا للقتال فكان ممن يتصدى في جهود قريش وعدوتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذا فإن حسان ابن ثابت رضي الله عنه لما قال قصيدته الشهيرة التي ينتصر فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال في صدرها ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء يقصد أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لكنه رضي الله عنه كما قال المصنف أسلم وحسن إسلامه بل هو أحد الذين أنشدوا في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته صلى الله عليه وسلم أبياتا هي من أرق الأبيات وأعذبها يقول فيها رضي الله عنه أرقت فبات ليل لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيلة قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الخلق أو كادت تسيل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل فلم نر مثله في الناس حيا وليس له من الموتى عديل أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي فهو السبيل فعودي بالعزاء فإن فيه ثواب الله والفضل الجزيل وقول في أبيك ولا تملي وهل يجزى بفضل أبيك قيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية هذه ثالث المرضعات ولم تسمى هي مرضعة حمزة رضي الله عنه في ديار بني سعد فإنه كما قلنا مقاربا في سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش أيضا في ديار بني سعد طفلا تأخذه المرضعات فلما كان ذات يوم أرضعت هذه المرضعة مرضعة حمزة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فلما أصاب من رضاعها صارت أمه بالرضاع وصار بهذا حمزة أخا له بالرضاع من جهتي من جهة ثويبة التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام حمزة معه ومن جهة أمه السعدية هذه ولك أن تقول في الأمهات السعديات ثنتيان أمهات الرسول الله عليه الصلاة والسلام أولهن حليمة والثانية أم حمزة التي أرضعته ولا يدرى اسمها والله أعلم أحسن الله عليكم فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم ما المقصود بالحواضن؟ جمع حاضنة والمراد بها المراد بها نعم الراعية التي ترعى الطفل وتحضنه لا يشترض أن تكون المرضعة حاضنة ولا الحاضنة مرضعة نعم قد يجتمع الإثنان فتكون أم مرضعة وحاضنة في الوقت نفسه لكن ما نسميهن اليوم المربيات أو الحاضنات التي ترعى الطفل في طفولتهم فتقوم على شأنه وترعى حاله في طعامه وشرابه ولباسه وتطببه إذا مرر وتنيمه وتأخذه وتحمله تسمى حاضنة كان للنبي عليه الصلاة والسلام حواضن ليست واحدة فأول من تصدر من الحواضن أمه التي أنجبته آمنة بنت وهب بن عبد مناف ثم ستذكر المرضعات ستذكر ثويب تذكر حليمة ثم تذكر من تولى حضانته غير أمهاته نعم قال رحمه الله فمنهن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ومنهن ثويبة وحليمة والشيء ما أبنتها نعم أما ثويبة فتقدم ذكرها وحليمة كذلك لأنهن مرضعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهن أيضا حاضنات قال والشي ما أبنتها ابنت من؟ ابنت حليمة وهي أخت رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تكون أخته وحاضنة؟ الجواب أنها أكبر منهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رضع من أمها لم يكن ذاك لبنها بل لبن أخيها عبد الله فهي أكبر فلأنها كانت كبيرة كانت تساعد أمها حليمة في رعاية محمد صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا رضيعا نعم قال وهي أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفد هواز فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها كانت تحضنه وترعاه وربما حملته إذا اشتد الحر ثم هي تتابعه تأخذه وتلعبه وكانت تنشد فيما يذكر أهل السير ومثل هذا لا يروى له إسناد حتى يحكم بصحته أو ضعفه لكنه مما تذكره كتب الأخبار والتواريخ كانت تأخذه وتحمله وتلعبه فتنشد قائلة يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معا والحسدا فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذه الأبيات يقول ما أحسن ما أجاب الله دعاءها فيتدعو له لما كان طفلا فكتب الله له شأن النبوة العظيم الشيماء التي أشار المصنف هنا إلى قوله كانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن سمعتم قبل قليل أنه لما وقع الأسر من هوازن أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يلتمسون أن من عليهم بالفداء والعتق فكانت الشيماء إحدى من دخل عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت كما يذكر الذهبي قال لما كان يوم فتح هوازن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أختك شيماء وبنت الحارف لأنه ما رأاها منذ متى؟ إذا افترضنا أنه غادر ديار بني سعد في سن الخامسة وفي فتح مكة كم كان سنه عليه الصلاة والسلام؟ فتح مكة في أي سنة؟ في السنة الثامنة كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ يعني عندك ثلاثة عشرة سنة من مكة وثمانية بعد الفتح بعد الهجرة إحدى وعشرون أضف عليها أربعين سنة كان عمره واحد وستين سنة فإذا انغاب هذه الفترة فدخلت امرأة قالت أنا أختك شيماء وبنت الحارف قال إن تكون صادقة فإن بك مني أثرا لن يبلى هناك علامة إن كنت صادقة قالت فكشفت عن عضدها ثم قالت نعم يا رسول الله حملتك وأنت صغير فعضدتني هذه العضة فبسط لها رداءه ثم قال سلي تعطي واشفعي تشفع الحديث في رواته بعض من ضعفه الحكم بن عبد الملك ضعفه بن معيد فمثل هذه القصص قلت لكم لا يثبت لها إسناد يحكم عليها بصحة أو ضعف فلما جاءت هي القصة التي أشار إليه المصنف قدمت في وفدها وازن فبسط لها الرداء بسط الرداء إكراما لها صلى الله عليه وسلم وهو أعف وأكرم وأوفى من يبذل المعروف والإحسان صلوات الله وسلامه عليه بل كان وفاؤه ومعروفه وإحسانه كان تعليما للأمة وإرشادا لها وهو الذي تستق منه الأمة معاني الوفاء والكرم والمعروف والبذل والإحسان ليس بقوله بل بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه فكان موقفه مع أخته الشيماء إن ثبت بذلك الأثر وصح السنة من الشواهد الكثيرة جدا في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم التي تقطر بكل المعاني الكريمة والشيام النبيلة بذلا ومعروفا ووفاءا وإحسانا صلوات الله وسلامه عليه وبنو سعد بن هوازن كما قلنا من هوازن لما جاءوا إليه ويذكر بعض أرباب التواريخ والسير في تفصيل آخر أن لما جاءت الشيماء مع وفد هوازنهم يضبون المنة قال عليه الصلاة والسلام نساؤكم وأبناءكم أحب إليكم أم أموالكم لأنهم وقعوا في الأسر أزواجهم وأولادهم وأموالهم وقعت غنيمة فقال ما الذي تريدون المحافظة عليه أعراضكم أم أموالكم فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا فقال ما مضى قبل قليل في الرواية قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا قمت في الناس بعد الصلاة فقولوا كذا وكذا إلى آخر الرواية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية منهن أيمن الحواضن من حاضنات النبي عليه الصلاة والسلام غير أمه آمنة وثويمة وحليمة والشيماء هذه أم بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا من حاضناته لما كان طفلا عليه الصلاة والسلام وكان ورثها من أبيه وكانت دايته يعني من القابلات اللائي ولدن أمه آمنة وزوجها من حبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة زيد بن حارثة الذي كان يدعى بمكة زيدا ابن محمد حتى نزل قوله تعالى في آية النساء في نفي التبني أدعوهم لآبائهم وقال أخ سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فزوج النبي عليه الصلاة والسلام حبيب قلبه ومن كان في مقام ابنه أسامة عفوا زيد بن حارثة زوجه من مولاته أم بأيمن بركة الحبشية فأنجبت له ذاك الفتى الذي كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد الحب ابن الحب الحبيب ابن الحبيب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا كان لون أسامة في السمرة مغايرا للون أبيه من أثر أمه أم بركة أم أيمن الحبشية ولهذا سر عليه الصلاة والسلام لما عرف بعض المتقفين للأثر النسب من أثر الأقدام كما في حديث المدلجي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهي التي دخل عليها أبو بكر وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا هذا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وهي صاحبة القصة في الرواية وهي من حاضنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم الفصل وللفصول الآتية تباعا بقية في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى وكذلك ما يزال في جمعتكم بقية باقية ليلتكم ويوم غدكم تغتنمون فيها أجر الذكر والقرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليك إله العرش ما نبضت فينا العروق وممتدت أيدينا صلوا عليه صلاة الله تبلغكم وذكروا تبلغ أجر المصلين فيارب صل وسلم وبارك عليه أسكى صلاة وأتم سلام عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم يوم القيامة منه قربا واجعلنا إله من خيرة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمساكا بسنته وحرصا على سيرته واجعلنا فيها من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عمدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين